التنازل، التواطئ، الاعتراف، التخلي، الإذلال، الخيانة كله هاد ممكن يكون على شكل مبادرة السلام العربية التاريخ 28-03-2002 بقلب بيروت كانت قمة الجامعة العربية وقتها السعودية قدمت مبادرة السلام العربية وبنفس اليوم الاحتلاله على رأس حكومته شارون أعلن عملية الصور الواقي واجتاح الضفة الغربية وأتل ودمر وأسر وكأنها العملية كانت رد على المبادرة طيب شو بتقول هالمبادرة يا أخواتي اللي ولا دولة عربية اعترضت على شي منها؟ هالمبادرة بيطلب فيها بيطلبها مجلس الجامعة العربية من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها وأن تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضاً الله الله يا أخواتي يعني صراحة كلام بيخوف المحتل بيعمل زلازل وكمان بيطالبها القيام بما يلي أوف شو قوية انتبهوا لهاي بما يلي هاي لحالة فعل مقاوم ألف الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من حزيران 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان باء التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من حزيران عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية طيب يا أخواتي الاحتلال بعد هالمطالب ما تخوف وصار يبكي طيب وإذا نفز هالمطالب شو رح تعمل الدول العربية حتشن حرب على الاحتلال أكيد لا ما بعملوها زي ما بتقول المبادرة عندئذن ستقوم الدول العربية بما يلي ألف اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة الله دول عربية عطيها بيد من حديد باء إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل لا هيك كتير هاي ضربة قاضية تموتوا أنتوا بالعلاقات أخ وكمان أخواتي دول عربية قدمت ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني بالدول العربية المضيفة وكمان دعت حكومة الاحتلال والإسرائيليين جميعاً لقبول المبادرة لحماية فرص السلام وحقناً للدماء مما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش بسلام جنباً إلى جنب ويوفر للأجيال القادمة مستقبلاً آمناً يسوده الرخاء والاستقرار طيب يا أخواتي هالمبادرة هي استسلام وتسليم الرسمي للاحتلال وتفريط بالأرض وتنازل عن الحق وخدمة قدمتها الجامعة العربية لعدونا بس عدونا الاحتلال شو ردوا عليها؟ الاحتلال حب ونعجب ونبسط وكيف ووافق على جزئية التطبيع بال2016 النتنياهو بيقول للي بده يعمل معانا سلام أنه في جانب إيجابي بهالمبادرة وهو استعداد الدول العربية لإنجاز اتفاق سلام وتطبيع علاقات مع إسرائيل بس في جانب سلبي يعني وهو مطالبة إسرائيل بالعودة لحدود عام 1967 والانسحاب من هضبة الجولان وقضية اللاجئين والله شي مخزي يا أخواتي يعني هذا الاحتلال اللي عملو له مبادرة رضوخ ما قبل حتى بشروطهم اللي هي أصلا كلها استسلام وهذا اللي صار الاحتلال ما شال المبادرة من أرضها واللي بدعي للسلام ضل يدعي لحتى يا أخواتي صرنا نشوف دولة وبأفاها التانية والتالتة من الدول العربية زحفين للتطبيع بالعلن مع الاحتلال وهيك الوضع الحالي صاير بين دول العربية زحفة علنا للتطبيع وبتقول إنها ملتزمة بالقضية الفلسطينية وبين دول العربية عم نسمع منها مؤخرا تصريحات عن العودة لمبادرة السلام العربية ما بعرف يا أخواتي إذا اللي بيتنازل بيقدر يفهم إنه ولا مرة المحتل فيك تعامله إلا بالقوة وإنه اللي إخدوه بالقتل ما بيرجع بمبادرة ولا بحل سلمي سلام أخواتي شكرا